اوبن يا هايمر انا عمدة هدخلوا المصرح برضو فيش حد حيخش الطوبتين تلقى ايا معلش بقى خلي الروس تتساوى شوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في حلقة قائمتنا السنوية لأفضل أفلام العام والعام اللي خصنا المرة دي هو 2023 زي ما انتم شايفين لابس اللبس الرسمي لحلقة القائمة السنوية وهتحسوا ان فيه شوية كرميش وحاجات الطريقة دا انا حقيقي مش فاكر اذا كنت لبست البلوفر دا من ساعة حلقة السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي ولا لا 2023 حاسس انها كانت سنة سينمائية اي كلام بصراحة مش نفس الاحساس اللي كان عندي وانا بعمل الايما بتاعت السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت كنت حاسس ان فيه افلام كتير وكنت حاسس ان انا شايف اغلب الافلام المرة دي حقيقي الافلام الكويسة قليلة والافلام اللي احنا كنا متأملين فيها اغلبها طالع محبط ووصولا لنهاية السنة عمالة زوء على قد مقدر على امل ان فيه افلام ان العمالة تكسب في الجولدن جلوبز وفي باقي الجوائز توصل لنا بشكل او باخر ونعرف نتفرج عليها لا مش بشكل او باخر بشكل واحد بس الشكل الشرعي بتاع السينما بتاع المنصات اللي تندفع فيها فلوس بتاع الحاجات داية نعم عزيز المشاهد ادود محمود مهدي لا تخلى عن مبدأه هذه السنة الفيلم يجي للحد عندي وفتكس لكن اروح ادوانلود واروح اطورنت واعمل وامل في بي انزو الكلام ليه يا حبيبي من قلة الافلام اه من قلة الافلام طبعا هي الافلام قليلة فعلا بس مش مهم يمكن لما نبتدي الايمن لقيهم كتير واحنا مش واخدين بالنا قائمة الافلام اللي كان نفسي اشوفها قبل ما اعمل الايمن داية يأتي في مقدمتها بور تينجز اناتومي اوفا فول دهولدوفرز اللي تقريبا كلكم شفتوه شفتوه ازاي خلبيس انت خلبيس اكروس ده سبايدر فيرس اللي لغاية هذه اللحظة ماوصلش عندي باي شكل اقدر اتفرج عليه واكيد في حاجات تانية كتير بس دول اللي انا حقيقي زعلان اني ما شفتهمش قبل ما اعمل الايمن دي بس مش زعلان قوي يعني سنة اللي فاتت كنت برضو زعلان عشان عملت الايمن قبل ما شوف فيلم بابلون وقاديكم شفتو اللي حصل بعد ما شوفت فيلم بابلون مسارح حلقتنا النهاردة يمكن تلخصها في هذا المسرح الفاضي تماما اللي بكلمكم فيه و بفادفاد هذا المسرح اللي حنحاول نفتكر فيه الافلام بتاعت السنة هذا المسرح اللي حنحط فيه كل الافلام اللي عندها فرصة انها تدخل في ايمة الطوبتن وهذا المسرح اللي هيكون فيه ايمة الطوبتن واللي في النهاية حعملكم شوية حركات عبيضة من بتاعك دي علشان انتو كمان تستخدموه وتحطو فيه مش المقياس الاساسي اللي بيحدد اولوياتها العملية دلوقتي داخل مخي يعني انا بفكر بصوت عالي والصوت العالي دوت بترجمه الحلقة اه في شوية افلام اعتقد ان مستقر في مخي هي رايحة فين بس في الاغلبية العظمى حقيقي انا مفيش في مخي عشر افلام من اصله فهلس انا فيها عشر افلام اصلا يلا بينا نروح على المسرح الاول واندع بس لا قبل ما نروح المسرح عاوزين ندعم هذه الحلقة باللايكات وعاوزين ندعم هذه القناة بالاشتراكات مش طالب عدد معين ولا اي حاجة زي كده بفكركم بس اللي ناسي ياخد له ثانية كده يمسي على بمادي يعني يلا بينا نحاول نجيب قرار هذه السنة والنبي والنبي نسكرول لتلات اربع مرات على الاقل علشان انا خايف ونبي دي قرار بتخلص دي بتخلص دي هتخلص دي خلصت فيه مصري المطاريد معجن معجن انتك سنة كانت عملي نشوف كده معجن صدر فيه ستة يناير الفين تلاتة وعشرين فهو تحضطوا في المسرح لاني حقيقي مش عارف الدنيا رايحة مينة على فين معجن او ميجن يعني ما ما تزعلش نفسك الفيلم الاول اللي معانا في البلاي جراوند وما ظنش انه حيستمر معانا الا لو كنا على وشك اه الخوض اه في مأساة نرجع تاني لقائمتنا القصيرة على ما يبدو ده فلاش ده فلاش في الطوب تاني اراجل يعني حطينا ميجن مش هتيجي على قد ده فلاش يعني ده فلاش مستبعد طبعا ان هو يكمل معانا بكل تأكيد بس ده ما ينفيش ان الفيلم يلي حد كبير عجبني وكل ما اتكلم مع حد ما عجبوش الفيلم اقوله طب فين المشاكل او فين ما اليان مشاكل طبعا بس فين المشكلة اللي خلت الفيلم وحش بالنسبة لك يقولك اصلا ما شفتش ده فلاش بوينت انت ما شفتش الفيلم الانيميتم ماشي يا عم ده مش عيب في الفيلم ده يعني الفيلم ده قائم بذاته كده كويس يلي حد كبير يعني حنشوف طبعا الحلقات الحصاد حلقات الحصاد نفسها كمان قليلة مع كل اسف يعني بس هنشوف حلقات الحصاد ومسنج طبعا احنا صوف وارا عملين نشتغل في افلام من الصعب جدا انها توصل للخط النهاية بس دي فرصة برضو عشان اتكرمها لان انا واحد مسلا عجبني جدا كوكين بير وعجبني كتير من ادوات الكوميديا الغير معتادة اللي موجودة جواه وعجبني جدا اداء كممثل كوميدي قبل ما يثبت نفسه في نهاية السنة بفيلم اخر في الاغلب حيخش معنا التوبتن كممثل جاد جدا ومسنج الجزء التاني من فيلم سورتشنج فيلم سورتشنج اللي كان قلب الدنيا وفيلم مسنج اللي ناس كتير اعتبرته محاولة حلبه ولكن انا اعتبرته بعد ما شفته محاولة ناجحة لترصيخ نوعية معينة في تنفيذ الافلام اشتريته جدا واستمتعت بي جدا بعد كده دخلنا في رمضان اشتغلت اوه اشتغلت حلقات وابتاع ويعني تهت يعني وبعد كده عملنا الحصاد اخيرا الحمد لله وبعدين عملنا تدلاس وفاست اكس وباريو ده ليت المرميد لا 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 صعب اوي سيسو وترانسفورمرز لا 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 ده فلاش ده كان ساعتها عدم المؤاخذة كانت او دي دلوقتي ريبيو اكستركشن تو وابلاك ميرر اللي كان فيه في فترة من الفترات واحدة من اجمل الافلام اللي شفتها وهي حلقة معينة لها بتاعت ارون بول وجوش هارتنت ايها رب ما كونش غلو التفاصيل ارون بول جوش هارتنت صح يا واكستركشن تو جزء تاني موافق جدا طبعا برضو ومفاجئ ان هو كان على هذه الدرجة من الجودة الكنين هيدخلوا معانا في المسرح انا قلت الكنين هيدخلوا معانا المسرح لا اكستركشن تو بس انا بدي تكريم للحلقة المتميزة جدا بلاك ميرير بس في نهاية هي مش فيلم معلش هربت مني دي انا يا اسف ميشن امباسيبول ديد ريكننج بارت وان مسرح على الاقل حتى لو بعد كده بقى من المحتوم ان هو يتشال بس يعني لازم يدخل للمسرح على الاقل ميشن امباسيبول ديد ريكننج بارت وان فيلم اكشن متميز جدا 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 وانتري محترمة داخل عالم ميشن امباسيبول ولكنه خطوة للوراء شوية عن الافلام السابقة وهو فيلم غير مكتمل طبعا لانه جزء اول من جزئين او من فيلمين فا يعني اعتقد مش عارف حدخل التوب تانو ولا لا بس سريعا وانا بحط ميشن امباسيبول يبقى في الوقت دوت من السنة كل تاكيد جون ويكفور كان نزل معرفش بقى بشكل ما عملتلوش مراجعة شكل اتكلمت عن مفحصات في بتاع في حاجة زي كده او معدتش عليه بس مجرد لما افتكرته كان لازم نحطه يعني وبعدين نشوف مراجعة شكرا لنزل لا انزيديس لا انديانا جونز لا اوبنهايمر مش عارف يعني كفيلم له اههههه اههههه اوبن يا هايمر انا عمده احدخله المسرح برضا مفيش حد حيخش التوب تان تلقى ايا معلش بقى خلي الروس تتساوا شوية باربي ولا لا أهلا اهلا باربي بعد كده خلاص دخلنا في العودة الكرسي الاحمر اللهه ههه سنة كميلة سنة موفقة جدا ما شاء الله ربنا يا ربنا ييسر ان شاء الله بدون يعني ما نبالغ ونزود الفين اربعة وشرين هتبقى حاجة تانية خاصة الفين اربعة وشرين عقود نفر في الليستة كده شوية سكرولات ريفيوز بقى من غير انا خلاص انا قطعت بطاقتي انا مش عايز حاجة انا عاوز افر في القناة افرح بنفسي بس نجيب باربي وحطها جنب اوبنهايمر كده عشان نكمل النقطة بس يعني عشان تبقى السنة خلصت كده يبقى احنا قفلنا سجل السنة مش اكل لأ يعني لسه اواخد بالي دلوقتي حالا ان بوستر كوكين بير وهو محطوط جنب البوستر بتاعت فلاش الشبه بعد قوي حصة ان راس الدبه هي هي راس باتمان عدم الموارزة يعني اللي هو نظام ايه هو نفس الهيكل بشكل اوباغ طيب انا من الزاكرة بسرعة كده وانا عمالة لف في الافلام افتكرت دفعة من الافلام فحروح رميها جوه المسرح اا على طول دلوقتي من غير ما اجيبهم من حدها يعني عدم الموارزة ذا كيلر على اقل لازم يخش في المسرح وبعدين نشوف هيستقر فين لانه الجد عجبني جدا اللي تقال اشاعات مهدي وسكورسيزي اخوات او يعني ايه اا جد وانا مش هفيد يعني معلين من افلامي المفضلة هذا العام والفيلم التاني اللي كنت بتكلم عليه وهو في تقدير الشخصي الفيلم النسوي الاول هذا العام فراري عودة مايكل مان نقصة حتة نقصة رشة بس برضو يعني وبعدين ناخد لفة افلام عربي زي ما قلتلكم كده لو ليه هما كان في الايمة لن اتوانى ولن اتردد الفيلم الجزائري ما فوق الضريح او سيكس فيت اوفر الفيلمان المصريان فوي 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 ووش فوش فوش على نفس الوزن وكده يعني فيلمين جمدين جدا محترمين مش بعيد يبقى لهم كان في الايمة الاخير ومن السينما السعودية نحب نذكر فيلم مندوب الليل فيلم ناقة وفيلم الهامور ااه حط فليل مصري واغه tiret افلام سعودي عمرقة دي بالسينما دمي خفيف فاشخ أه اه اه امرقة دي بالسينما دوت انا لو ورده لك يبقى وحش في حقك wyLahy طيب ناخد غدس في حلقات الحصاد عشان نشوف الotes بتاعتها ونشوف لو حفكرنا بحاجة حلقة الحصاد قالوا لا هذا العام كانت في مايو اكيد في حلقة بالاكت هند ماهر يا جماعة مش معقول لنكون عمال ده اول عالة في مايو ده كده الكلام ده كده كان فيه ميسنج ماشي كان فيه تيتريس اوو كان فيه اير اوو كان فيه السوبر ماريو لا ما ظن الاشزام لا اعتقد كريد نص فيلم كويس ليش فيلم على بعض و مش عارف لا يعني بدلوقتي بعد ما لقى ايما ابتدت تترس حس ان كريد 3 ده وتمش هيبقاله مكانه بعد كده مزلسلات طيب تعال ان لم لم طيب يبقى التشيكة الاولانية اسفرت عن تيترس وعن اير وكريت ري مفيش مانع يعني حتى عشان نتذكر الراحل جوناتان ميجر الحصاد اللي بعده كان في اغسطس رمز الاخلاص والتفاني السلام عليك ايه بقى ميشن امبوسبل ماشي دي كلون تايرون لا 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 راس براس كان ايه راس براس ده صعودي ايه اوكي اي ايه 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 انا هدي باية الافلام فيل ما كفاية كده انا شاف ان الفا barrier الحصاد اللي بعدهم همش شعل حصاد عملناكن انا ومهر ام ايه مع بعدينا ولاده كان عند ماهر شكله كان عند ماهر اه طيب الكنين اللي كن فيهم مع بعدينا كان عند ماهر ده يشهص زمن ده بتدحك عليا انا بتدحك عليا وانا قاعد في رازيء테 bienaví ما اا اوديانس وما Langs بياه اه اه كان فيه ايه هازه الحصاد كان فيه باربيو بلو بيتل هونتنج ان فينس لا 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 وش في وش اكولايزر تريهم هل عندنا كمان واحد حصاد يونيو جارديانزوف ده جالاكسي محتاج ده محتاج ايفل ديد رايز مش بطال ده خلاص ده بصيص الامل هو ربع بصيص هو فصيص امل قد كده اللي ربما يكون في فرصة لعودة عالم مارفل و ايفل ديد رايز فيلم رعب كويس كويس مش عايز اقول محترم يعني كنت علاش اقول محترم بص كويس ايه اللي بعده اه اه ادي الحصاد وعملنا حلقات جتير استنادي عملنا بتاع ايه مش اتناشر يعني بص عملنا شوية كويس ايه the outfit the outfit جاي هدي اه قديم تقريبا شاربر هو انا موجود في الحلقة دي انا كنت فيها ايه الحاجات دي اه وبعد كده مسلسلات ايه شاربر وايه يوركليسور مايند والاستنى بما شوف ايه 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 ولا ده فيلم وحش ايه 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 ده فيلم اوحش حاجة جميلة ايه طيب الفرصة الحزينة دي بقى فكرتني بفيلم تاني لازم يدخل معنا في الايمة وهو فيلم مي ديسمبر وده فعلا فيلم محترم نتعدل بقى في قعدتنا بقى اه انا صحيح انا اسف ان احنا المرة دي مش في الكرسي اللاحمر بتاعنا المعتاد وان احنا هنا بس يعني لما نيجي نعمل حلقة محتاج فيها الكمبيوتر حتلقونا هنا طبعا مش حنقل الدنيا كلها نحط تانية اكيد فيالله بينا نروح نشوف مين حيدخل معنا في التوبتن من هديه الافلام واشوف هنصرف معهم ازاي جاردينز اوف دا جالكسي لأ وسع كده صعب معجن معجن ممكن نقول له باي باي من دلوقتي بس برضو ايه ده فلاش لأ يعني انا الحاجات دي اتا محطتها اللي ربما ما نعرفش ان لن افلام بس لأ احنا معانا افلام الايمة كويسة مليانة حاجات اه مي ديسمبر انا حوادي مي ديسمبر نحط تانية يا جماعة انا حاسس ان في اه في بوتينشل مي ديسمبر هدخله معانا مبدئيا في المركز رقم سبعة اه ميسنج عنده فرصة بس مش دلوقتي اكستركشن عنده فرصة بس مش دلوقتي نياد لا اعتقد انه عنده اي فرصة من اي نوع ميشن امبوسيبل استبعد ضروري يا جماعة مش هزار حبتديه من رقم خمسة وبعد ان نشوف نرجع علي الحركات اوبن هايم يا جدع يا جدع مبوخ مبوخ اوائم الناس كلها ابن اللزينة طبعا مع ايه ده ماشي يا عم حاضر انا بقى مفيش داعي للافلام والدراما الرخيصة يلا يا عم ماشي يابا ودي الايمة هي يابا مش عايز حاجة يا عم يلا يا عم ان شاء الله ما عندنا عملنا شي واحدة جيه نشتغل اصلا احنا جيه نهرج افضل فيلم في السنة الا لو حصلت معجزة باربي توبتن لا صعب اه مش زر فيلم احبطني طبعا شايف انه كان فيه فرصة انه يبقى افضل من كده بكتير او توقعت منه اكتر من كده بكتير توقعت منه مختلف مش اكتر معالي ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده بس لازم هيكون في توبتن طبعا حيبدأ عندي من المركز رقم ستة توقتو مي والله في فرصة كبيرة توقتو مي فيلم رعب محترم جدا افكاره جديدة يشغل المخ يحترم زكاء المشاهد بس انا حاسس ان الناس برضو يعني قدرته اكتر من استقبالي لي شوية فمش عارف موقفي منه في انها هيكون عامل ازاي ما فوق الضريح او سيكس فيت اوفر انا حدخل ايما حدخل ايما من رقم عشرة مبدئين وبعدين اشوف لو حصل مزحمة مش عارف كنت حكيت لكم على الفيلم دوت بشكل كافي ولا لا بس كنت حكيت عنه في الستريم هو فيلم جزائري احداثه بتدور في فرنسا عن طالب العائلة الاب بتاعها او ابوه يعني دبلوماسي جزائري عايش في فرنسا هو طالب مستهتر تماما ومنسلخ عن هويته بالكامل لدرجة انه ما بيحبش يعرف نفسه كعربي او جزائري او مسلم او الحاجات دي لغاية لما بيتحط في ازمة كبيرة جدا تهدد بقاءه في البلد ولازم ياخد اي وظيفة ما ينفعش يشتغلها واحد فرنساوي جوه البلد علشان يفضل موجود في بيشتغل في مكتب حنوبي اه بلوت انا من الافلام اللي زيدي احب ارمي لك البلوت كده في حجرك واقول لك انت ضميرك لو في فرصة لحد ان يتفرج على الفيلم ده مايفوتهاش فيراري راري مش متأكد يا فيراري راري مش عارف فير بلاي لا فير بلاي لازم لا من الافلام اللي ابهرتني اصلا فير بلاي ينطلق معنا من المركز رقم اربعة كريد لا كريد ده ممكن يعني اه خلاص انت باي باي سعر كده كده دخلناه بس عشان نفتكر نو كان فيلم في السنة اير في فرص كبيرة ده فلاش اعتقد بقى خلاص يعني ده فلاش برا تيترس فرصة طفيفة قوي معجن اتفقنا برا جارديانز فرصة طفيفة برضو مش كبيرة الهامور فرصة ما وذا كيلر اعليش 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 نحن تصر لزوء افدية بقى معلش ده كيلر من اجمل افلام السنة لا ينافس على لقب افضل افلام السنة بكل تأكيد بس انا اتفرجت عليه مرتين ومستمتعت بالمرتين استمتعت وانا بطلع على الفكرة وانا بطلع على القصة من غير ما املي عليها اللي انا كنت متوقعه او منتظره واستمتعت به تاني مرة وانا عاد اتأمل في الجمل الحوارية والحكم اللي بترسم معالم طريق ومنهج القاتل المحترف بطلنا في الاحداث يعني اه كامل احترام لو حد شاف ان هو فيلم محبط ما عجبوش هو نال انتقادات كبيرة جدا خصوصا وانا اللي كان متوقع من بطل ومن مخرجه اكتر من كده شوقيتين بس انا مرضي عن نفسي يعني بعدين هنفضل لحد امتى خايفين من الناس كل ما الناس تقول على فيلم وحش واحنا عجبنا نقعد نقول لا خلاص يا عم محطوش في الايم عشان ما دايقش الناس وبتاع لازم نتجرأ لازم نبقى عندنا شجاعة فيلم دا كيلر هيدخل معايا في المركز رقم تسعة تسعة يا جماعة ما دوزل لشان الدي تزعى لحد يعني معقول اذا فكده عندنا تلات اماكن عشان يتم شغلها والمتنافس عليها لا احنا ادينا له التكريم اللي لازم وقلنا له ان هو يعني عرفنا بان هو واحد من الافلام اللي موجودة في السنوة ومن افلام الرعب المقبولة زي ما اتفقنا لا اكتراكشن طول صعبة قوي نياد صعبة قوي برضو باربي من العشرة لا اير القادم الاخر اللي انا شايف انه لازم يكون موجود في الايمة هو اير اير حيبتدي معنا من المركز رقم 3 ولكن لا اعتقد ابدا انه هيستقر في هذا المركز و اير فيلم مرتب قوي فيلم بيقولك انا حلهمك يعني حلهمك وانت قاعد بتتفرج بس انا لو استخلصت منه سياسة التعامل مع قصص الحقيقة في احد فصول السيرة الذاتية وهي سيرة ذاتية لشخصية مش موجودة معنا في الفيلم من اساس او تقريبا متظهرش اطلاقا هي بكل تكيد ما متظهرش اطلاقا بس هو موجود معنا في الاحداث بشكل او باخر انا استمتعت جدا بالحوارات استمتعت جدا برحلة بطلنا في الفيلم اللي هو مات ديمان وبيحاول يقنع الاطراف الاخرى والاختيارات بتاعة الكاستين كانت هيلة لان انا لو هقعد اتفرج عليه وهو في الحوارات ديت مع كل الناس اللي حواليه الممثلين اللي تم اختيارهم انا هشاري تماما معنديش اي مشكلة اني اشوف حوارات بتجمع مات ديمان بجيسن بيتمان مات ديمان بكريست تاكر مات ديمان بفيولا ديفيس مات ديمان ببين افليك ماشي؟ وقت ممتعنا انا مبسوط كده اصبح المتبقي مقعدين والا المتبقي بقعده اصبح ما علينا مش عارب في اضل مقعدين بلش حنا خش في الاعراب واتنفس عليهم خمسة حداشر. ستة اجنابي وخمسة عربي. انا عاوز اقول فراري. عاوز اقول فراري. مش متأكد. استنى. طيب هو احنا لو عاوزين نلعبها سياسة. هنروح حاطين توكتومي وجارديانز اوف دا جالكسي. ليه? عشان تمثيل نوعيتين مش موجودين معانا. سوبر هيرو مش ريبريزنت اتخلص. وده شيء مستحق طبعا. وافلام الرعب برضو ملهاش ممثل. توكتومي فيلم محترم. حقيقي فيلم محترم. زي ما نقول كده الناس بلغت شواف تقديره بس هو فيلم محترم. فراري. حبقى بنتصر لزوقي. انا عجبني الفيلم. بس لا. افضل افضل عشر افلام في السنة. بجانب مين? طب استنى كده انا ما نشوف بجانب مين داية. اوبنهايمر اير فير بلاي. وجود اير يتهيألي بينهي فرص تيترس. في تيترس برا الصورة. محتار. محتار انا محتار. انا محتار. دا كل دا ولسه مرتبناش. طب العربي. هل في حاجة من العربي تتفوق على دول بشكل واضح? على تيترس وكوكيمبر ما في المية. طب تتعلمون انت هل يعني انا فضل. مش عارف مش حاسي نعمل في حاجة ان احنا نروأ. بس ادينا بنروأ. عاوز اجنام? اجنام? كتير. ما كفاية واحد. طب تعالوا نتفق على حاجة. كان فيلم سوبرهيرو محترم. حقيقي فيلم حلو. في وقت صعب. في وقت اغلب الناس ما كانتش مستعدة لانها تتفرج على افلام من اهات التصنيف او تنصفها. اغلب الناس كانت متخيلة ان جيمس جان خلاص فرط من الموضوع وساب ايده ومش هيهتم والعملية حتطلع اي كلام. والمقدمات ما كانتش مشجعة ولكن انا شفت الفيلم مع اسامة ومع امراتي واتلعنا كل الناس في السلم كانت مبسطين. ما اخدتش رأي سلبي عن الفيلم من اي حد تقريبا. يمكن بس خوف الناس من ان هي تنتصر لاي حاجة لها دعوة بالسوبرهيروز او بالسينماتيك يونيفورس السنة دي بالتحديد بتبعد من الفيلم ده عن الصورة بس انا هنتصر له. علشان ما يزعلش. علشان ما بحبه. جارديونز اوف دا جالكس حتري من تمانية بس هو يعني لا ينتمي في المركز التماني ينتمي ابعد من كده شوية. والبوستر بتاعه بيربل. واحنا قيمتنا السنة دي لونها بيربل. فيعني في التمانية. ويتبقى معنا فيلم واحد. هل هي فرصة لفيلم عربي? ام هي فرصة اخيرة لفيلم اه حاسس ان السياسة تنتصر في النهاية. بصوا كامل التقدير والاحترام للخمس افلام العربية المتبقين معانا بس صعب حد منهم يخش. هيبقى غير غير منتمي داخل القائمة بشكل كبير قوي. حتى الفيلم اللي احنا دخلناه لا هو متميز على مستوى الفكرة على مستوى الحبكة على مستوى التمثيل. اه يمكن في حتة الحبكة دي وش في وش يحترم برضو بشكل كبير قوي. اه يحترم بشكل كبير جدا برضو. بس ده اه احلى. يعني لما تتفرجوا هتعرفوا الفرق. اه من المفيد ان احنا يكون عندنا تمثيل افلام الرعب ولدالك اللي حيدخل معانا الاخير هو توكتومي. توكتومي. يبدأ من المركز التاني وطبعا لن يستقر في المركز التاني. يا حاجة مؤقتة بس. كده يبقى ممكن نتوج القائمة الشرفية للعام التي تضم سبع افلام. هم ميسنج. فراري. الهامور. فوي فوي فوي. وش فوش فوش. ناقة. ومن دوب الليل. ونلتفت بقى لترتيب البهوات. تعالوا نقول ان في مركزين احنا مستقرين عليهم الى حد كبير. اوبنهايمر في المركز الاول. وجاردي ارزوف ده جالكسي في المركز الاخير. اه رجل صريح ورجل واضح. والى ان تحدث معجزة. هذا سيكون هو التصنيف. اللي هو في الفيلمين دول بالتحديد يعني. عندي احساس قوي برضو بان فيلمي المفضل الثاني وراء اوبنهايمر هذا العام. هو فير بلاي. توكتومي بصفته دخول متأخر الى حد كبير. فهو كله تأكيد ينتمي في المركز التاسع. تعالوا نلقي نظرة كده عن الموضوع. قالك اوبنهايمر اولا فير بلاي ثانيا اير ثالثا. ده كيلر رابعا. جون ويكفور خامسا. كيلر زوف ده فلاور مون سادسا. مي ديسمبر سابعا. ما فقط ضريح ثامنا في المركز التاسع. توكتومي في المركز الاخير جارديان زوف ده جالكسي. على فكرة قائمة على شكلها كده قائمة وجيهة. يعني انا انا اقدر ادافع عنها شوية. بس حس انها تحتمل بعض الرطوش. تحتمل حاجة او اتنين لتحسين الدنيا شوية. اولها ان اير ما ينفعش يسبق جون ويك. تعالوا نعمل شفلايا كده ما بين اير وده كيلر وجون ويك. نجيب جون ويك في التالت نجيب اير في الرابع ونجيب ده كيلر في الخمسة. هل ده معناه ان انا شايف جون ويك اه لأ جون ويك ده في مكانه الطبيعي. اير في مكانه الطبيعي. ده كيلر في مكانه الطبيعي بالمقارنة المباشرة مع كيلر زوف ده فلاور مون. يعني اه ايه كنين من مخرجين المفضلين من الافلام اللي كنت متفائل بيها جدا. واللي اتنين ما دونيش اللي انا كنت منتظره. بس واحد خلاني مهتم باني اتعاطف مع المنظور اللي هو اقدمه او مع الفلسفة اللي هو اقدمها والتاني لا انا شايف بشكل واضح قوي المشكلة كانت فين. فالسؤال دلوقتي ما بين مي ديسمبر و كيلر زوف ده فلاور مون. هل حابب اعكس ما بينهم ولا? اه حابب اعكس ما بينهم السراحة. هل انا كده مبسوط? هل انا كده راضي? خلوني اخد دقيقة كده. حابب اقول ان السنة برضو اكيد كان فيها افلام عربي اخرى من جنسيات اخرى. كان فيه فيلم اسمه الاستاذ من واضح ان هو نال تقدير كبير جدا انا للاسف ما شفتوش. انا دول اللي شفتوهم دول الفرصة اتيحت لي واني اشوفهم. الفضلف ده يرجع طبعا لبرنامج النقد. اللي ادينا فرصة ان احنا نحضر مهرجان البحر الاحمر ونشوف عدد معقول من الافلام. وانا اتمنى السنة الجاية ان شاء الله يكون في فرص اكتر اللي طلع على الافلام دي. وترشحها للناس. والاهم من الفرص ان احنا رشحها للناس ان يكون في فرص حقايا للناس انها تتفرج عليها. يعني من الامور المثيرة الاستيائي بشكل واضح هذا العام هو كمية الافلام اللي زي ما تكون بتتعمل للمهرجانات ولا يراها الا النقاط ولا يكتبون عنها الا للنقاط. انا مش مش شايف اي اي سينما في الدنيا بنخرج فيها الجمهور من المعادلة اذا هي ليست سينما. احنا جايين نهزر. احنا جايين نعيد تعريف الامور وده شيء مؤسف جدا. انا مبسوط بالايمة دي كده. هي دي ايمتي يا جماعة. اوبنهايمر فارد نفسه من ساعة لما تم معارضه. كنت حابب ان يكون فيه منافسة. مش مش كنت حابب انه يخسر. بس كنت حابب ان انا اجي اقعد النهاردة ولاقي نفسي محتار. ولكن آآ ريدلي سكوت اهضر فرصته. مارتن سكورسيزي لجأ لفلسفته. انتصر لمدرسته. لحبه هو في قصص الصعود والسقوط. بعيدا عن ان هو يقدم حاجة ميلة اكتر للخروج عن المألوف. حاجة شبه شاطر ايلند. حاجة حدوثة المركز بتاعه هو المحقق او التحقيق اللي احنا بنحاول نقوم به. فخرج فيلم انت شايف فيه الفرص المهدرة. نعود الوقت كله زي ما بول شريدر قالك مع قبلها القرية فوق الثلاث ساعات صعب شوية. بس ماشي انت بعد ما اخترت ده كله عملت افضل ما يمكن داخل هذا الاطار. سهو الاطار كله ليس افضل ما كان يمكن تقديمه. ديفيد فانشر يعني آآ الفجوة اللي حصلت ما بين اللي هو كان عاوز يعمل وما بين الناس تتعايز تستقبله وما بين الناس تطعت اني اتذوقه. حس ان مكانها الطبيعي هو خمسة. مي ديسمبر مكافأة حلوة قوي في نهاية السنة. ومبسوط انه في جولدين جلوبز كرموا الولد الايم بدور البطولة الذكورية في الفيلم يعني استحق جدا. توكتو مي تكريما لافلام الرعب فيلم كويس جدا. جارجيز اوف دا جالاكسي بصيص الامل المتبقي لافلام السوبر هيروز. فيلم كويس جدا. جون ويك آآ في مكانه. فير بلي دراما مجنونة بنت لازينة مش طبعي. نسخة مراتي مدير عام في قطار سايكوباتي. عجبا جدا بصراحة. واس ها دي ايماتي يا جماعة كل سنوات طيبين. هفضلكم المسرح بقى علشان آآ نحضر آآ ليكم لامكانات ان انتو اللي تعملوا القوائم بتاعتكم. بس كده. يلا في انتظار قوائمكم اعملولي تاج مطرح ما حتحطوها حتحطوها على انستجرام حتحطوها على تويتر حتحطوها في اي حتة اقولولي ايه النظام. ونتناقش ونتفاعل علشان نكتب كلمة النهاية لهذه السنة سينمائيا ونخوض مغامرة الفين لعباعة وعشرين ان شاء الله بازن الله زي ما بقولني يتي وسأجتهد فاني اخليها سنة متميزة على مستوى المراجعة وعلى مستوى الحلقات. الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغالوا جرس التنبات عشان تجدكم الحلقة تقول بقول تابعوني على فيسبوك واكس وتيك توك وانستغرام وباي باي. اشتركوا في القناة